في القصر الجمهوري طلع رئيس الجمهورية العماد مشالي سليمان من السيناتر الأمريكي فرانك وولف في حضور السفيرة الأمريكية مورا كولينلي على النشاط الذي يقوم به مع عدد من زملائه للاهتمام بحقوق الإنسان وحريات الأقليات لسيما المسيحية منها في منطقة الشرق الأوسط استقبل الرئيس سليمان عددا من الصفراء اللبنانيين المعينين حديثا في الخارج وطلب إليهم التشديد على الثوابت اللبنانية المرتكزة على إعلان بعبدة بالنسبة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة